يسعد دعواتكم مشاهدين الكرام عبر شاشة الفجر الجديد نهار جديد ولازمنا متباصلين وإياكم في لقاءاتنا مع طلبة الثانوية العام المتفوقين لهذا العام 2021 ما شاء الله الطلاب يعني معدلاتهم ترفع الراس وحاليا إحنا فخورين بالطالب بنان عز الدين هوجي الحاصل على معدل 99.13 من ذكور الفاضلية الفرع العلمي بنان ألف مبارك الله يبارك فيك يا رب الله يسهدك يعني حكت لي قبل ما نصور أني أنا متوقع النتيجة متوقع أعلى ولكن إلا ما كان في شوي التوتر أعصاب قبل النتيجة وشو صار بعد معرفة النتيجة بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء هذا طبعا معدل فضل من الله سبحانه وتعالى ومن أهلي كمان برضو كنت أنا متوقع تقريبا النتيجة وأعلى بشوي بس كانت عندي فيه شغلي اللي هي ترو فورس بالإنجليزي غلط فيها عليه علامتين أعرف كم حجيب بالامتحان كمان هذا بدول على أنه أنت فعلا كنت مثابر من بداية السنة لحتى تحصل على هالمعدل وكمان مثل ما حكيتنا البالد وغشاشتنا أنه أنت من الصف الأول وأنت ما شاء الله متفوق بعلاماتك فنحكي شبا يعني عن تعب هالسنة كيف مرأ معك والله أول السنة يعني بلشنا هي سنة طويلة ومتعبة يعني والله أول السنة بلشنا يعني تقريبا ندرس ندرس زاسي مش كتير يعني ها نبلش أولها ندرس أول بول ما نراكمش علينا إشي طبعا ما الحمد لله ما تراكم علي إشي من أول السنة إجت علينا فترة نضلنا على التيمز مثلا ضلنا نوخ التعليم الإلكتروني بس حمد لله برضو ضلنا ندرس فيها ما موقفناش كملنا يعني لآخر السنة جات عطلة شهر بعطلة شهر طبعا كنا ندرس دراسة دائمة طبعا طول اليوم بس يعني طول السنة قبل هيك كنت بدرس بس يعني مثلا أيام الخميس مثلا خليها هيك فري ما أدرسش فيها ما كنتش كثير يعني منظم وقته كدما إن كنت أدرس بأول بأول يعني ما راكمش علي إشي يعني أهم إشي هذا يعني في مقابلاتنا جميعها كانت أهم نصيحة موجهة من الطلبة المتفوقين لكل الطلاب المقبلين في العام القادم للثانوية العامة هي عدم مراكمة المواد ومتابعتها أول بأول تنظيم الوقت هذا بيتبع لكل طالب وكيف قدرته على الدراسة إنما النصيحة المشتركة هي عدم مراكمة المواد ومتابعتها أول بأول إشي التخصص اللي حابب تختاره يا بنان؟ إن شاء الله حاب الطب أنا وانا صغير حاب الطب يعني لا تخصص لسا لسا عشان نتعمق بالطب وهيك نعرف شو تخصصات اللي فيه وكيف إن شاء الله بيتبنى لك كل التوفيق يا بنان ونحكي لك ألف مبارك مجددا وحابين أقدم لك الهدية مقدمة من جولد فيلد إن شاء الله تنال إعجابك كمان والدة بنان كنا منتحدث قبل التصوير وكانت تحكي لي عن بنان كيف كان مميز وكيف كان متميز في دراسته وكيف كان هو وزملاء وأيضا متفوقين اللي كان في لهم لقاءات عبر شاشة الفجر أول شي مبارك النجاح الله يبارك فيك يا ربا يبارك في عمرك الله يخذيكي نحكي شبا يا عن بنان غلبك السنة تعبك السنة وأنت بالتابعي وأنت متواصلة معاه في دراسته حتى فعلا يظل مثابر ويظل ملتزم بهذا التميز والتفوق من كان صغير أول شي بنان هو الكل بيعرفه بالعالي حتى الحمد لله بعمل أنه صغير مثابر وشاطر اللي رضي عليه يعني كيف أنه كان دائما محافظ على معدله بعمره ما نزل عن 98 نص كان هو حتى بالخالدية بأيام ما كان بالخالدية كان هو وأربع أصحاب وهو سيد طنبوز وويس القدومة وفي كمان إياس إياس سرحا هذولا كانوا بناتهم درجات يعني بس يعني واحد يطلعوا التاني ينزل بس أعشار بناتهم وسبحان الله ضلهم للتوجيه مع بعضك نفس الشي يعني بناتهم بس درجات فالحمد لله رب العالمين يعني هم أذكية فعلا هذول المتفوقين فعلا أذكية وفي عندهم نسبة ذكاء عالية فبنان الله يرضو علي ما كان يغلبني نهائيا يعني مش بس يعني في فترات كان يلت شوي أياما يروح يجتمع مع أولاد عم ويلعب ليستيشن يعني ما كان يعني كانوا إخوتوا يطلعوا صوته هيك عادي يعني ما كان إنه مغلبني أو يعمل جو إنه لا أخلص ما منوع تطلع ما منوع تنزلي أو هيك لا أخلص جو لحاله ومركني عليه يعني الله رضي عليه حتى يعني بصحوته كان لحاله يصلح خلاص حتى بموبل الشهر ما غلبني كان يعني درسي منيح يعني اللي استنتجته إنه فعلي عطلة الشهر كانت كثير يعني بالنسبة له يعني متعبة جدا تعب فيها فترة التقديم كانت عنده إيش إنه مركن على عطلة الشهر خلاص بس كان يعمل المين بوينت سبعة المواد وبس يعني بفترة التقديم كانت بس يعني كان مرتاح فيها عرفت كيف يعني حتى كان بس نوم طبيعي يعني ما كان يصهر ويتعب وهيك لا لأنه خلص هو تعب الشهر بس كانت فترة التقديم يركز على الأسئلة السابقة وعلى شغلات المهمة بس هي فالله يحمى الحمد للأربع عامين مصر الله علي يعني نحكي لك أعطيك ألف عافية لأنه فعلا هو مش بس طالب التوجيه اللي بيتعب لحتى يحصل على هاي النتيجة أكيد كمان الأهل الوالد والوالدة والإخوة كمان بيتعبوا معاه فعلا لحتى يكونوا مساندين ودعمين لإله من أول يوم في مرحلة الثانوية العامة لأنه فعلا هي مرحلة مهمة في حياة كل طالب إن اجتهدنا وواصلنا وثابرنا رح نوصل لهاي الفرحة اللي فعلا بتحقيلنا الهدف اللي إحنا حاطينه في بالنا فألف مبارك مجددا لوالدته ننتقل لوالده ألف مبارك الله يبارك فيك رب الله خليك تسلم يعني الوالدة كانت متابعة لبنان أول بأول أنت كمان كنت متابع ولكن يمكن متابع يعني بدعم نفسي بدعم نفسي فحكي لنا شباي كيف كانت هالفترة مرأة عليكم كجو عائلي وكمان كيف كان شعورك وتعرفت النتيجة والله كانت فترة يعني صعبة شوي فترة التوجيهي وكنت دائما دائما أنا أشجع والله دير بالك يعني هاي فرصة يعني تاخذين يعني هاي الفرصة لا تعوض بالنسبة للتوجيهي والحمد لله يوم النتيجة يعني الحمد لله إحنا كنا متوقعين متوقعين تقريبا يعني يوم الساعة تقريبا ساعة عشرة ساعة عشرة صباح كتبت على المجموعة عندي تسعة وتسعين بس أنا بالعشر بس من كثر الثقة يعني الحمد لله رب العالمين الله يخليك يعني هاي الثقة يعني لا تقدر بثمن ثقة الأب والأم بابنهم يعني عالية وإن شاء الله يربي دائما يكون عند حسن الثقة وحسن الحظ إن شاء الله بناء ببارك لك مجددا نحكي لك ألف ألف مبارك هذا النجاح هذا التفوق وإن شاء الله دائما تكون متميز حتى في دراستك الجامعية وتكون أحلى دكتوريا بنان وكمان بنوجه التحية لزملائك أوس وأويس وأوسايد ألف مبارك لجميع الناجحين والمتفوقين لهذا العام 2021 نحن تواصل وإياكم مشاهدين الكرام في لقاءتنا مع طلبة الثانوية العامة ابقوا وإيانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة